أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء والقرآن الحكيم إنك لمن المغسلي على صغات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال إلى الأذقال فهم نقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وصل لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مثلين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليل قالوا طائركم معكم أإن يكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسألكم أجرا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي الظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من جند من السماء وما كنا ممزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرزط الميتة أحييناها وأخرجها منها حبا منا حبا فمنه يأكلوا فجعلنا فيها جنات من نخيل من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزراج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مظلمين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشرش ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرزيتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم منقزون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعوا من لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصهم فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونفخا في السور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم يمسلوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا جميع لدينا محورا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكه هم وأزراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعوا سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعني وأنعبدوني هذا صغاة مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون حاسي جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الشغاة فاستبقوا الشغاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا تعقلوا وما علمناه الشغاة وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا وحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركو ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاعد أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستفيعون نصرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قولي يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر أخزر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العلي إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجع صدق الله العزيز